رئيس السمعين هو الأول في الطوكوس الملائكية يقدم أمامر درساتنا لرسالة معلمنا ماريو حن الرسول الأولى احنا بنقول ان دي من الرسالة الجمعة والرسالة الجمعة دي مكتوبة لعموم الكنائس والعموم المسيحيين في كل أنحاء المسكونة في رسائل زي ما تعلمنا من معلمنا بولس الرسول بتبقى موجهة سواء لأشخاص أو لكنائس وزي ما درسناهم كان في رسائل رعوية أنا بفكركم بس كان في رسائل رعوية وفي رسائل كتابها من الأسر تفتكروا مين يقول لي من الكتاب الحاجات التي كانت بتاعة الأسر الرسائل فيليبي وفليمون وآفاسوس وكلوسي شاطرين أربع رسائل كتابهم في الأسر وكان في رسائل رعوية زي مين؟ تيموسوس الأولى وطيتوس وتيموسوس الثانية رسائل رعوية تيموسوس الأولى والتيموسوس الثانية وطيتوس في رسالة وحيدة اتكتبت من غير ما يقول اسمه فيها اللي هي بتاعة العبرانيين والكنيسة الشرقية وكنيسة اللي في مصر كانت من الكرون الأولى خالص بتقول إن ده من البولس يعني فيها المصدف وكمان لقينا إن بعض الكلام اللي موجود فيها زي اللي بيقولوا بولوس الرسول في أفاسوس وفي كنوسي قلنا إن فيه رسائل بتبقى موجهة لكنيس كمان زي كرونسوس الأولى والتانية وروميا وغلاطية كل الكنيس دي كانت مكتوبة أو الرسائل مكتوبة لكنيس ولكن فيه رسائل جمعة زي السبع رسائل اللي قلنا عنهم اللي هي يعقوب ويحنى الأولى والتانية والتالتة وبطرس الأولى والتانية وهي رسالة من أصحاح واحد اللي هي رسالة إيه؟ يهوز رسالة يوحنى بتتميز إن هو كاتب خمس حاجات في الكتاب المقدس الثلاث رسائل اللي احنا قلنا عليهم الرسائل الجمعة وكاتب إنجيل يوحنى وكاتب سفر رؤية سفر رؤية كان أول حاجة كتبها في جزيرة بطبوس وما كانش الهدف من الكتابة غير إن هو بيتمم الكتاب المقدس وفي الآخر يقول كده إن من يحذف حرف أو كلمة من الكتاب يحذف اسمه من سفر الحياة ومش ده عشان يخوف الناس ولكن عشان زي ما شفنا بعد كده إن قامت هراتيقة وابتدوا إن هم حتى يأولوا كلام الكتاب المقدس نفسه بصورة مش صحة الإصحاح التاني اللي احنا كنا وقفين عنده بيقول لهم أنا بكتب لكم ده يا أولادي عشان لا تخطئوا طب وزا حد غلط يقول له فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البارد طب إيه الوسيلة اللي ممكن أخلص بيها أن اعترفنا بخطيانة هو أمين وعادل يخفر لنا خطيانة ويطهرنا من كله طب اللي بيقول أنا بعرف ربنا ومش حفظ وسيته يقول له كاذب وليس الحق فيه طب من يبغض أخاه يقول له ده أنت لسه في الظلمة ولا تعلم إلى أين أتذهب لأن الظلمة أعمت عينيك طب أمين اللي تبان فيه محبة ربنا اللي بيحفظ وصية ربنا واللي تبان فيه المحبة لأنه بيقول حقا في هذا قد تكملت محبة الله طب إيه الوصية الجديدة اللي بيقولهن أن تحبوا بعضكم بعضا لأن هي دي اللي كان ربنا يسوع المسيح قال لهم كده بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان فيكم حب بعضكم محبة وبعضين بيقول لهم بقى أنا بكتب للأولاد أن فيه مغفرة وبكتب للأحداث أن هم أقوية وممكن يغلبوا الشيطان بقوة ربنا يسوع المسيح وبكتب للآباء لأنهم عندهم معرفة والثلاث حاجات دول بدنا أخذها من علاقتنا بربنا المعرفة إن إحنا نعرف ربنا نمرة اثنين إن تغفر لنا الخطايا نمرة ثلاثة إن الواحد يفضل بقى ملتسك بربنا ويقدر يغلب الشيطان وحيله الشريرة ويبتدى يقول لنا وصية من كتر ما الكنيسة لقيتها رائعة جدا اللي وقفنا عندها المرة اللي فاتت قال لنا لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته معه وقفنا عند الآية بتقول العالم يمضي وشهوته أما الذي يصنع مشيئة الله فهو يثبت إلى الآباء ما فيش حاجة تقدر تسبتنا إلا إذا كنا مش بس بنبعد عن العالم وشهوته ولكن بنبغضها كمان لأن بيقول كده محبة العالم عداوة لله يبقى كل ما الواحد بيحب العالم بيعادي ربنا واحد بيحب الشهواته يقول لك يعني أنا ما حبش الناس اللي حولي ما حبش الناس اللي برا كنيسة لأ تحبوه احنا قلنا إن رئيس هذا العالم مقصود به رئيس العالم بتاع الشهوات والأملاك والمراكز هو ده الحاجات اللي بيتحكم فيها الشيطان يتحكم في مراكز الناس يتحكم في الشهوات بتاعت الناس وتبص تلاقي النهاردة بقى النت مليان يعود يفتح عنين الناس عشان يفضل الناس يجروا يعلهسوا ناحية الشهوة تبص تلاقي واحد ساكن في بيت كويس يقول له لأ ده فيه كومباوند وفيه فيلل وتقصت على مش عارف كم عشان يفضل يجري ورا الاه ورا الامتلاك شهوة تفضل مالية نفسه طيب وناس تانية يحرق فيها شهوات الجسد وناس تانية يعمل لهم قنوات عديدة جداً عشان يعودوا يفكروا بس هنأكل ايه تلاقي قناة ورا قناة ورا قناة وكلهم عملين يتكلموا على ايه وتلاقي الناس تقلب من دل 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 دا وكل واحد بقى في دماغه وشيف معين ليه؟ أصبح الشهوة هي اللي بتحرك الميديا بتاعت العالم كله وكمان الاقتصاد والسياسة في ايدين مين؟ الشيطان يقعد ممكن تبصوا تلاقيوا دول فقيرة جداً مش لقية الامح ودول غنية ترمي الامح في المحيط عشان السعر بتاعه ايه؟ ما ينزلش يبقى مين اللي بيحرك؟ الشيطان وعشان كده ممكن تبصوا تلاقيوا الدول تعبانة جداً وفقيرة جداً وحتى عندنا ممكن يقول كام واحد ممكن يرمي زيادات الاكل وكم بيت مش لقي يكمل بيه الاكل عشان كده مهم جداً تخلوا بالكو تخلوا بالكو كان في حاجة يعني عودنا عليها والدي الله يرحمه ان اللي حط حاجة في طبقه ما يسيبهاش ما ترميش منعها طالما حطيت حاجة لان غيرك محتاج فدي حاجة على فكرة مبنى احنا نفسنا بنتعود لكن تبصوا تلاقي واحد وهو بيشتري مايفكرش وهو بيحطه قدامه وده طبعاً بتلاقوها اول ما تروحه افرحه ويبقى فيه اوبن بوفيه فدي بص تلاقي واحد فعلاً اللي حطه على الطبق مش ممكن يخش معدته الا يعني لو حطت جيب جنب معدته او عمل جيب خارجي لمعدته وتبص تلاقي عمال يملى 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 انت مش هتقدر تاكل وتبص تلاقي كله في الاخر على الايه ايه السبب بقى هو شهوة الجسد انا نفسي اكل مش كله من ما يقدم لك وكله كل ما يقدم لك يبقى هو نفسه تخش تلاقيه ما استني كده اول ما يقوله بوفيه تفتح تلاقيه رجله اول واحد عشان ما يسيبش حاجة للي بعده المهم يعني ان هو يحصل على ويحس ان الطبق اللي واخده صغير يعني من ان ما يكون الطبق سيرفيس كده كبير هو عايز ايه عايز ياخد السيرفيس اللي على ده بسبب ايه احنا بنقول شهوة شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة شهوة العيون كمان تبص تلاقيه الكل في الافراح او في العادي نفسه يلبس الحاجة اللي تلفت النظر طب ليه هدفك تلفتي نظر مين او هدفك ان انت يقولوا عليك اللي انت جايب وتبص تلاقيه بيصرفه كتير جدا على المظهر ايه السباب شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة كل واحد يقول ايه ان نفسي الناس تخرج تحكي وتضحك على الحفلة اللي عملتها الابني او الحفلة هم بيتحاكوا ارضه فعلا بيتحاكوا بس يعود كل واحد ينتقد في حاجة من الحاجات يقولك الجنبري ما كانش مستوي اللي مش عارف ايه كان بقى يا سلاة شهوة الجسد شهوة العيون وتعظم المعيشة كل المقارنات اللي بنقارنها البعض وبنقارن بيها نفسنا بنفسنا تخصت تلات حاجات دون بقى انا بلبس ايه ساكن فين باكل ايه وغيري بياكل ايه وتبص تلاقيه ده اكتر الحاجات اللي تعمل ويقولك فيه ناس بقى يخش في قلبها خوف يقولك الناس بصين لي عشان هو حاس نوع ايه احسن منهم الناس بخاف من عينين الناس لدرجة لسه باسمع واحد بيقول انا بقيت خاف انزل صورة على النت كل ما انزل صورة يحصل لي مصيبة الناس فضيالك يعني هي فضية تبص عليك على المهم يعني الفكرة الفكر اللي عايز اقولها لكم ان فعلا الكلمة اللي بتقولها لنا الكنيسة دي مش الهدف منها ان نفوق لنفسنا ليه لان بيقولك العالم يمضي طب مش مصدق لا تعال اروح بقى او تعال احضر معنا كم جنازة من احضرهم كبير وصغير سليم ومريض صاحب املاك ولا ممكن في ناس متلاقوش حد بيمشي وراها يمكن غير الناس اللي مدخلين السندوق وتبص تلاقي داخلين الخارجة لوحدها فعايز اقول لكم ان ما فيش حد بيكبر على دي العالم هيمضي هيمضي ان ما بنضياش هو احنا بنمضي قبل ما هو يمضي يعني هو وكتير من الاباء عمالين يقولوا خلوا بالكم الايام اللي جاية قصيرة جدا جدا انا مش بخوفكم مش الهدف ان انا اخوفكم بس برضو عايز اخوفكم ليه بقى لان ساعات اما الواحد بيفتكر ان لسه قدامي يا نفسي ليكي خيرات كتيرة لازمنة مديدة بيسمع كلمة يا غابي احنا مش اغبية خلاص احنا وصلنا كتير من اصحابنا واهالينا وجراننا ومعرفنا وفي كتير منكم يعني لابس اسوده هون نهارده ما عرفش ليه ده مناسبة ولا موسم ولا ولا مجاملة مش مهام بس المهام ان انا اللي نضم كله للبلاك لابس اللي زي بتاعنا كله يخلي باله ان احنا زي ما احنا بنعمل كده احنا عم بنعمل ايه بنوصل بعض فالعالم يمضي اما انا ممكن قمضي قبل ما العالم ايه يمضي اما من يصنع مشيئة الله الحاجة الوحيدة اللي تخليك تنجو من هذا هو ايه اعمل مشيئة ربنا وازبط بقى في الكلام يعني الانسان اللي بيحب ربنا بيحب الصلاة بيفكر في الابدية على طول يحب الاوداسات ويتمسك ان هو اثناء الاوداس يفضل كل فكره في السماء طب ده ايه اللي ممكن يضره مفيش حاجة طب ايه اللي هيتاخد منك المسيح هو اللي على الارض هو اللي في السماء وانا مش عايز غيره اما بيقوله كده انا معك لا اريد شيئة على الارض خلاص انا مش محتاج معا حاجة تانية لكن اللي لسه محتاج حتى المسيح عشان يحقق له طلباته خلي بالك بقى لان العالم يمضي وشاوته معه اما الذي يصنع مشيئة الله مش هيزبط يومين تلاتة اللي احنا عايشينهم في الارض ده هيزبط ايه لا الابد لان ما فيش حاجة ممكن ان هي ايه تغيره وهو ده اللي بداه في اية 18 بيقول ايها الاولاد كلمة ايها الاولاد اتكررت دي تاني مرة بيقولها لهم لان هو كان شيخ كبير كان متقدم في الايام كان 100 سنة تقريبا فهم كل الكنيسة كان يعتبر بطرق المسكونة فكل الكنيسة وكل اللي موجودين في الكنيسة يعدوا ايه اولاده ايها الاولاد هي الساعة الاخيرة كلمة الساعة الاخيرة دي لازم تعمل ايه جرس كده جرس يرن عشان الواحد يفوق لنفسه اما ييجي مثلا واحد وهو بيمتحن وبعدين يقولوله خلاص فضل عشر دقايق هيعمل ايه يخلي بالا بقى ان ما كنت غلطان في حاجة ارجع صلح اذا كان قدامك فرصة ان انت تفاكر معلومة ارجع اكتبها خليك ثابت في شوية في وراكز كده عشان لو ما رجعتش نفسك ورجعت هتتسلم الورقة والغلط هيفضل غلط ومكتوب عليك وده هو ده اللي احنا بنعمله نفسنا لازم كل واحد يرجع نفسه ما كنتش الحق اصلح الامور دلوقتي دلوقتي بيقولك تعال اعترف بخطيئك ويقولك مغفورة لك خطيئك خش تناول يقولك يعطى لغفران الخطيئ طيب مش عايز طبما انت اللي قالو لك الساق هي او بصوا كلنا سمعنا دلوقتي اللي بسمعنات ايها الاولاد هي الساعة الاخيرة فضل الساعة لو احنا قالوا النهاردة دلوقتي تعالوا بعد ساعة المسيح جاي اخدنا كلنا اللي انا واقف افكر فيه واللنا قاعد دلوقتي بفكر فيه افكر ايه امتى الاجتماع يخلص ولا افكر ازاي اقابل المسيح بعد ساعة هي الساعة الاخيرة لان ده كمان التدبير الاخير يعني ايه التدبير الاخير اول حاجة تدبير حصل هو تدبير الخليقة بدء الخليقة ازاي ابتدى الخليقة ولكن الانسان اما غلط وقال له طب يا رب انا مش عارف ازاي اسلك راح اداله ايه اعطيتني النموس عاونا اداله النموس اما تحطي النموس وتحطي القواعد اعرفنا ننفذها لا وقال له كده من اجرم في واحدة فقد اخطأ في الكل اخطأ في واحدة اجرم في الكل طب محدش قدر يتمم النموس فيعمل ايه يبعث الانبياء عشان يعينوا الانسان انا ارسلت لي الانبياء من اجلي انا المريض انا المريض ابتدأ يبعث له دكاتري يقول له بص سبب المشكلة اللي انت وقعت فيها الخطيئة طوب عشان ترجع طوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لتأتي اوقات الفرج من وجه الرب كل ما كانوا يقعوا في في الخطايا طبوس تلاقوا يؤثروا ويحصل سبي وييجي الناس ياخدوا ارضهم ومدنهم واملكهم فييجوا يسخروا رخوا الربنا ربنا يرفع وضبوا عنهم ويردهم الى ايه مساكنهم مرة تانية فكل الانبياء كانوا بيشاوروا ان المسيح جاي هيخلصكم بس انتوا كمان عشان تخلصوا لازم تسيبوا لايه الخطايا وبعضين اما شاوروا في الاخر شاوروا عن المسيح مفيش غير مخلص واحد هو ربنا يسوع المسيح وده التدبير الاخير بتاع الازمينة الاخيرة بعد ما جي المسيح قال لنا خلاص ده هو خلاص اخر جيل لان المسيح انتوا عارفين حتى مات الرسول قال كده فيه اربعتاشر جيل لحد السبي اربعتاشر جيل لحد داود اربعتاشر جيل لحد السبي وبعدين اربعتاشر جيل لحد المسيح طب بعد المسيح خلاص هو جيل واحد عشان كده كلنا بعد كده بقى مستعدين ان احنا ايه نروح على السماء طيب هل فيه خلاص بغير المسيح يقولك لا انها هي الساعة الاخيرة وكما سمعتم ان ضد المسيح يأتي قد صار الان اضاد للمسيح كثيرون ومن هنا نعلم انها الساعة الاخيرة ده اللي قاله ربنا يسوع المسيح في ماتة خمسة المسيح هل هيجي انبياء كذا وفعلا ده ابتدوا يطلعوا انبياء كتيرة اكتر حاجة همهم ان هم ينكروا لهوت السيد المسيح او هم بس عايزينه يبقى نبي عادي فما يبقاش فيه خلاص احنا بغيره لم يكن خلاص مش ممكن يكون فيه خلاص للانسان الا بتجسد ربنا يسوع المسيح حتى ضد المسيح فيه ضد المسيح اللي هيبان في الزمان الاخير اللي هو هيجلس في الهيكل ويظهر نفسه للناس كاله ده لسه في الازمنة الاخيرة ولكن طلع عدد كبير من الناس زي مثلا اريس يجي كل همه ان يقول ان المسيح اقل من اقل يعني الله كبير لكن المسيح ده حاجة صغيرة الغنوسية تقول ده ايون من الايونات لكن ما يفملش ان هو يكون الاله الكبير ويبتدي يكون اله صغير طبعا كل الكلام ده الهدف منه ان ما يباش فيه خلاص عن طريق ربنا يسوع المسيح وعشان كده اما نسمع ان فيه ناس كتير او انبياء كذبا كتير او ده اللي قاله المسيح قال هيجي انبياء كذبا كسرين وفي الاخر هيجي ضد المسيح ويضل لو امكان المختارون كده بنقول هي الساعة الاخيرة من هنا نعلم انها الساعة الاخيرة كل ما زادت البدع والهرتقات وانتو شايفين الكنيسة النهاردة بتتحارب قد ايه سواء من جوة ولا من برا بسبب البدع والهرتقات اللي موجودة وتبصوا تلاقي ناس يهمهم بس يقولك لا سيبك من الاسرار ويسيبك من كل حاجة المهم اوعى تقول ان انت خاطئ لا اذا كان بولوس الرسول بيقول الخطاه اللذين هو قالها دي في بداية خدمته لا ده في اخر ايامه هو بيودع تلميزة المساوس في الرسالة الودعاية يقول كده الخطاه اللذين اولهم انا يبقى معنى كده ما ييجي حد يقولك لا انت مش خاطئ طب انت هتحتاج المسيح قال كده لم اأتي لأدعو ابرارا بل ايه يعني لو قلت ان انا مش خاطئ بمش محتاج له المسيح لو لو واحد مش حاسس ان هو مريض هيروح لدكتور ليه هيروح لدكتور يقول لنا الحمد الله زي الفل هيقول له نور صح لكن لو واحد حاسس ان هو محتاج مين اللي يحتاج اللي حاسس بخطيته حاسس بتعبه عشان كده فيه ممكن واحد يجي هو بيعترف يجي بيعترف كده وحاسس ان هو انا الحمد الله احسن ما بعملش حاجة اشكر ربنا واحد يجي تاني حاسس ان هو ايه حتى حاسس ان كلمتي احمق دي هتدخله نرجو هنه فهو جاي وهو حاسس ان هو محتاج للغفران ومحتاج ان هو ينال الحل بالمغفرة ومحتاج ان هو يروح يتناول بس حاسس ان هو اجرم في حق ربنا وعشان كده هي الساعة الاخيرة في الايام الاخيرة برضو هتزيد الضلالات جدا اللي هي هيبقى فعلا الناس مشوشة مش عارفة الصحة من الغلط ولكن اللي متمسك بالايمان الحقيقي وقريب من الكنيسة ومخلي باله من التعليم مش ممكن ان هو ايه يضل احنا هنرفع الغرامة بتاعت الموبايل من فضلكم علش الكنيسة الكنيسة مجال ان احنا نسمع كلمة ربنا لكن نسمع الرنات الحلوة اللي انتو حطينها ملاش لازم اسمعوه في بيوتكم ممكن منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا لكي يظهروا انهم ليسوا جميعا منا النقطة دي بصوا كم مرة بيقول هما منا ومش منا منا ومش منا يعني ايه يعني بدايتهم كانوا موجودين جوا الكنيسة وكان شكلهم حلو ده انتو عارفين اريوس ده كان ايه وكان قد رأى فاحنا نؤمن انه والقاب للرب كهنود مش اما انتم بيكلم بقى ايه جماعة المؤمنين فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء بصوا الكلام الحلو ازاي اما انتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء يعني الواحد النهاردة عارف كل حاجة مش محتاج لحاجة اتفضلوا اللي فيه اماكن قدام هنا اتفضلوا اتفضلوا اما انتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء طب المسحة دي جابوها النهاردة اللي بيقولك لأ مفيش حاجة اسمها ميرون طب ما هي المسحة دي جاي من فان عمل مسحة الميرون دي اللي متاخد من الحنوط اللي كان على جسد السيد المسيح بالاضافة لزيت الزيتون اللي طبعا تعرفين بيخش في كل سلواتنا التقصية وهو ده اللي بيتعامل منه والخميرة بتفضل بيكمله عليها من ايام الاباء الرسل لحد ايه النهاردة كان الاول الاب الرسول بس هو اللي يحط ايده على الناس فبالسلاب وضع اليد ولكن بعد ما انتشر الايمان ابتدت كهنة كتير تعمت فمش كلهم عندهم الموهب فيعمل ايه ابتدى يكون معاهم المسحة كلمة المسحة معناها ان انا اصبحت للمسيح اصبحت للمسيح وعشان كده بتتعامل المسحة زي ما انتو فاكرين احنا بنقض 36 راشم في كل انحاء الجسم عشان يبقى كل الجسم مخصص لربنا من اول فكرنا اللي حواسنا لقلبنا لبطننا لضهرنا لكل ادينا وكل رجلنا عشان يبقى كلنا مخصصين للمسيح وعشان كده ما انفعش حد ياخد الاواني المخصصة للكنيسة مثلا اللي عمل الاسرار ويقول لنا هاكل او اشرف فيها تعرفين اللي عمل كده في ليلا وسكر فيها ورح عقله لعب بيه الخمر رح قال لك هاته الاواني تلعت له يد كده وكتبت على المكلس الحائط يعني على المحارب طاعت الحيطة مانا مانا كلنا مفلسين اللي هي معناها احصية مملكتك وعطية ديوفارس واوزنت بالموازين فوجدت ناقصا فهنا ما انفعش ان احنا ناخد الاواني المخصصة لربنا ونستخدمها بحاجة تاني يعني العين اللي اتكرست بالميرون ما انفعش ابص فيها بالشر الفكر اللي اتكرس بالميرون ده ما انفعش ان انا افكر فيه بحاجة مش حلو يبقى كل حاجة حتى قلبنا اللي اترشم بالميرون عشان يبقى حتى حبنا حب ايه مقدس وانتو مفاكرين استلوا اللي قلتها لكم كده يا رب قدس افكاري يا رب قدس حواسي يا رب قدس قلبي يا رب قدس ارطي يا رب قدس اعمالي يا رب قدس خطواتي وكل حاجة تبقى مقدسة لان كل الجسم تقدس برشم الميرون واصبح ان احنا هيكل وروح الله ايه ساكن فينا انتم لكم مسحة من الكدوس وتعلمون كل شيء وهو ده اللي بيحصل فيكم اما يخش حده يقول تعالين غريب تلاقيكوا قاعدين مش مرتاحين ليه لان احنا جوانا مسحة من الكدوس طيب ساعات الواحد تبص تلاقي ايه فيه اية مش قادر يفهمة اوي لو صلى تبص تلاقي ربنا يدي له ارشاد وممكن بعد فترة يلاقي مثلا قول من اقول الاباء بيقايد الكلام اللي فكر فيه ده او يدي له نعمة ان هو يفتح عينه ان هو يشوف لكم مسحة من الكدوس وتعلمون كل شيء نقول بس احنا اللي عارفين كل حاجة لا احنا حتى وان كنا عارفين كل حاجة يقول اكتب اليكم لانكم لستم لم اكتب اليكم لانكم لستم تعلمون الحق بل لانكم تعلمون وان كل كذب ليس من الحق لان انتم عارفين مين هو الكذاب شيطان عشان كده قال له انت الكذاب وابوه الكذاب طب الانسان اللي يجي ويجذب يبقى معنا كده مهفوش الحق طيب امال احنا بنعرفنا منين انتم عارفين الناس البسطة ما كانش متسجلهم محطوط العيزات بتاعته على النت مثلا ما راح زي اريوس ولا اطاخي ولا سابيليوس ولا الناس دي ما كانتش عيزاتهم موجودة على النت امال اللي عارفوا منين الشعب نفسه اللي كان بيسمحهم حسوا ان الكلام في ايه بسبب ايه لكم مسحة من الكدوس وتعلمون تبصوا تلاقي تقول الكلام ما كانوا ناش مرتحين ما كناش حسين ان الكلام ده هو اللي يوصلنا للسامن من هو الكذاب الا الذي ينكر ان يسوع هو المسيح وانتوا عارفين طبعا اصبح انبياء كذاب كثيرون لان يهمهم ان ما يكونش المسيح لان ليس باحد غيره الخلاص طيب هو عايز يهلك الناس يعمل ايه يقول له انت تقومن بواحدة صلب يسوع مش هو المسيح طيب هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الاب والابن هما بينكرون مين الابن صح؟ بس لان احنا عارفين ان انا والاب واحد يبقى زي ما بينكرون الابن هما بينكروا مين؟ الاب كل من ينكر الابن ليس له الاب ايضا ومن يعترف بالابن فله الاب ايضا لان مفيش حد يقدر يوصلنا للسماء الا الابن لان مين منا يقدر يخش السماء من غير الصليب كلنا هنبقى بوعات لكن واحد بس الذي اصلح السمائين بالارضيين واصبح كفارة لخطيانا اللي هو مين؟ ربنا يسوع المسيح وعشان كده لو انا مش بقى اؤمن بالمسيح هخش ازاي السماء يقول لنا كده في انجيل يحنى من لا يؤمن بالابن يمكس عليه غضب الله ليه؟ لان احنا ازاي هننجو من الغضب بالدم الذي صار كفارة لخطيانا وللعالم كله لكن هل كل العالم هيستفاد من الكفارة؟ لا الذي يؤمن طب الكذاب بقى ينكر ان يسوع هو المسيح وهو ده يبقى ضد المسيح وينكر زي ما هينكر الاب ينكر الاب واحد يقول لا احنا بنؤمن بالله لكن حتة ان هو تجسد دي مش قادرين نقتنع بها يقول له طب وانت هتخش ازاي لله ازا كان ما ينفعش ما فيش طريق تاني يدخلك السماء او يفتح لك باب الابدية غير صليب ربنا يسوع المسيح اما انتم فما سمعتموه من البدء فليزبط فيكم اذا فيكم ان سبت فيكم ما سمعتموه من البدء فانتم ايضا تزبطون في الاب وفي الاب هم سمعوا الكلام ده من مين؟ من ربنا يسوع المسيح نفسه طب وبعدين راح ابتدت كل الرسل يكرزه بان المسيح مات وقام عشان يدلكم الحياة الابدية طب يبقى ده الكلام اللي سمعوه من ايه؟ من البدء طب اما يجي حد يقولك لا المسيح ما تسلبش وما ماتش وما قامش يبقله لا اقف عندك بقى اللي احنا سمعناه من البدء هو ده اللي احنا بنؤمن بيه وهو ده اللي احنا هنكمل فيه هذا هو الوعد الذي وعدنا به الحياة الابدية ليه بقى؟ يقول أتيت لتكون لكم حياة ويكون لكم افضل طب وإيه كمان؟ أنا هو القيامة والحياة يعني من غيره ما فيش حياة أبدية ما لوش حياة أبدية لأن هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له ايه؟ هذي هي الحياة الابدية اللي وعدنا به يعني هون مش وعدك ان انت تكون أغنى واحد في العالم لا مش وعدك ان انت ما تجيلكش مشاكل تاني لا مش وعدك ان انت هتفضل في صحة تقول ايام حياتك لا كل الحاجات دي مش فرق لكن وعدك ان انت بعد ما تمشي من الدنيا يكون ليك مكان في الحياة الابدية اما انتم فالمسحة التي اخذتمها منه سابتة فيكم ولا حاجة بكم ان يعلمكم احد بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيها يعني اكتر حاجة تخلينا سابتين ان احنا المسحة اللي احنا وقدينها بتاعة الروح الكدس اللي ساكن في قلبنا تبص تلاقي يما تيجي حاجة منحرفة في افكارنا ولا في افعالنا تلاقيها تبكت الواحد وترجعه كمان مرة تانية لحياته الابدية طيب يبا احنا كده بيقول لا لا مفيش حاجة ان حد يعلمكم طب اما هو يحنا كاتب الرسالة دي كلها ليه وكتب الانجيل ليه عشان ايه يعلمنا يبا مش المعنى ان احنا متكبرين ومش مقابلين التعليم لا ده احنا عشان نعرف الصح من الغلط والمسحة اللي خدناها منه دي تثبتنا في الصح وعشان كده نفضل عارفين ان احنا لينا مكان في الحياة الابدية وان احنا مش هننال هذه الحياة الابدية الا بتمسكنا بالمسيح ومش هننال هذه الحياة الابدية الا اذا تبنا وغفرت لينا كل خطية بتمسكنا بإيماننا بربنا يسوع المسيح والان ايها الاولاد مش بس ان انتوا تعرفوه مش بس ان انتوا تؤمنوا بي لا تثبتوا فيه حتى اذا اظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه في ناس هتخجل منه في مجيئه هتقول للجبال غطينا وللأكام اسكوتي علينا دارينا من الوجه الجالس على العرش ليه ما كانوش عايشين بما يرضي ربنا ما كانوش سبتين في ضريقه كانوا موجودين في الكنيسة بس الكنيسة ما كانتش فيه كانوا ليهم قسم ان هو حي وهو ميت هو عايش في الخطيئة زي ما هو عايش بيحب الشر ما بيحبش الاخرين على طول في حبضه غل في قلبه على طول مش بيقدر يكلم فلان وفلان وزعلان من فلان وفلان يقول له الباس خلي بالك انت لسه ماشي في الظلمة طيب خلي بالك عشان ما هي جيه هتخجل منه في مجيئه يبقى كلنا لازم نصلح نفسنا بسرعة لانها الساعة الاخيرة ولازم نحط في بالنا ان احنا طالما عندنا الوقت لازم نصلح الحاجات اللي كانت غلط طيب احنا ما فقدناش احنا ضعفة لأ عندك مسحة من الكدوس هترشدك وتعلمك كل الحق ويذكركم بكل ما قلته لكم طيب وبعدين يبقى انا مش محتاج حد يعلني لأ انا كل ما هسمع تعليم اللي هيثبتني في الصح هي المسحة المقدسة اللي انا واخدها منه وعشان كده ان علمتم انه بار فعلموا ان كل من يصنع البر مولود منها انت عايز تبان ان انت ابن ابوك بالجد كل ما انت بتشبهه في حاجة حلوة بتبان ان انت ابنه طيب هو كان ايه كان بار ما كانش بار طب المفروض ان انا كمان اصنع ايه اصنع البر يعني اصنع البر وقفتي للصلاة عملي للاعمال الرحمة كل ده اسمه ايه بر كل ما بجري نحية ربنا وامد ايدي نحيته واطلب ان هو يسكن في قلبي باستمرار وان هو يتوبني عن كل شر وعن كل خطيئة فانا باخد هذا التبرير منه عشان اكون بار كما زيكا هو ايه بار لإلهنا وكل مجد وكرم تفضلوا نساء اشتركوا في القناة